إذا جربت هذه الحلوة ستبقى تحضرها على طول العام و ستنسيك في جميع الحلوية حلوة بلا فران بلا كثرة القوام بمكونات جدا بسيطة و تضع لنا كمية كثيرة هذه الحلوة تجمع ما بين التعريكة القرمشة الماضاق واللدة جميع المواصفات يأتي عليها ماضاقها مستحيل تلقاها في شح الأخرى ماضاقها كياخد العقل تجو فيها رابعة هي الشوكولات أسود أنا استعملت معكم غير باديل الشوكولات نوعية العادية اللي بغى تستعمل شوكولات غيش تستعملها أو شي شوكولات اللي النوعية ديالها ممتازة طبيعة الحل كل ما تزادت نوعية الشوكولات كي كل ما دقت الشوكولات عاطي لكنها بهذا الشوكولات هادا وكد شي واعرة وغادي نحتاجو نص كيلو ديال معجون التمر معجون التمر يا تشري واه جاهز وتصوبوه إذا صوبته غادي تشدو نص كيلو وافي ديال التمر حيث غادي تنقى من بعد ما تنقيوه غادي توضعوه يتفور مزيان شي ساعة هاكدك يتفور ومن بعد دوزوه في المتحانة صافي وقد دخلوه في الحلوة ديالكم بنسبة للتمر الجاهز هكا قطعتو هكا صغير صغير باش أولا بحلى عجنتو واحد شوية وضعت داك الشوكولات اللي دوبته في حمام مائي الشوكولات كان دوبوه بلا زيت بلا تشي حاجة بلا أي إضافات تقدرو تستعملو الشوكولات ديال الدهن حتى هو ممكن شوكولات ديال الدهن بلا ما تدوبوها مباشرة خلطوها مع مع التمر واذا عملتو قرعة ديال الشوكولات غادي تديرو رابعة ديال الشوكولات يعني قرعة كاملة ديال ميتين وخمسين جرام عملوها كاملة صافي مبعد ما عجنت مزيان داك التمر وشوكولات غادي نزيد المكسارات اللي ما نقول لكم شعله لدك يعطيوه عملت ميتة جرام ديال اللوز محمر كاس ديال العنبة تحمرو اللوز في الفران او في المقلة وعدنا كاس ديال القرقع اللي كاعدل لنا ستين جرام كي بقى اختياري تقدروا تديرو غير الزنجلان واللوز ما يحتاش تزيدو القرقع انا كان متوفر حتا هو حمرتو وضيفتو وعندي ميتة جرام ديال الزنجلان حتا هو يمنقي ومحمر تحمروه في الفران او لا تحمروه في المقلة هاد المكسارات هادو راه ما تصوروش على لدك يعطيوه الخصوص الزنجلان حيت كاس كي يعطيوه تقدروا بطبيعة الحال تضعفو الكيمياء ديال الزنجلان او اللوز في حالة مدرتوش القرقع تقدروا تزيدو في الكيمياء ديال الزنجلان اما إلا درتوها هكا المكسارات اللي عندكم تقدروا تزيدو باستاش تزيدو الكاجو اي نوع ديال مكسارات عندكم واللي كتبغي الزبيب حتى هو تزيدو هالمشماش اي نوع ديال مكسارات لهذا قطل لكم هاد الحلوه هاد يديروها على طل عمره زوينة بزاف وغنية كاجي والوليدات كيتستطعوا على هاد الحلوه وحتى الكبر اعملتها معكم لعامل اللي فات كانت بطبيعة الحلوكين شوية الاختلاف في المكونات لكن صدقوني كتجيوه لاروح يعني كتبقاوا دائما مشاهينها صافين بعد مجمعت العجينة كام لكت تتجمع بسهولة لك شكلت يسجم بسرعة مع العجينة ديال التمر صافي قسمت العجين ديالي على خمسة وكل كويرة سنشكلها بودا او هكذا على شكل اعميدة بهذا الشكل انا جبتهم رقاقين طبيعة الحل تقدروا تغلضوا او لا ترقوا تقسموا العجينة غير على ثلاثة تديروها كطوالين يبغيتوا بالنسبة كيف مشكلتوها ركتشكل لكم ترقوا تغلضوا كيف ما بغيتوا هنا اخرى اخضيت الزنجلن واضحة فيه هاد الاعميدة أو هاد ليبودان دياnelle الزنجلن هنا خضيت كاس ونص هو اللي كان هكا ندوز في هاد الاعميدة يكون هكا الزنجلن شوية وافي باش كيتبت وتقدروا تديرو من غير الزنجلن تقدروا تديرو لوز كنكاسي اللوز إفيلة تقدروا تديرو الشكلات فرميسيل فاش ما بغيتوا تدوزوا هاد الاعميدة تقدروا تخليهم غير هكذاك ماشي مشكيل من بعد جبت واحد العود دي الخشب او الملعقة خشبية او سكين هكا غير ديروا واحد الخط باش هكا تتبعوا له بالقصبوع ديالكم ويعطينا هكا بحل واحد الساقية اللي بغت تعمر داك الساقية بشي حاجة اما اللي ما بغتش تخلي هكا غير ولو عادي ملوي وغادي يجيكم هكا بحل فقاس يعني عندكم الاختيار انا داك الساقية غادي نعمرها ان شاء الله ولكن العام اللي فدرت معاكم غير هكا كجاب حل فقاس هاد العام هادا بغيت نبدليكم في شكل شوية لاحظوا معايا مني انتا نشكل الساقية كان نقدها مزيان باليد ديالي وبحل كان نوقف دوك الاعميدة على الجانب ديالهم باش هكدا كيتقدلي الحواف ديالهم وهكذا كيتجينا الساقية سافي كنحطهم هكا في واحد البلاطول اللي غادي يدخل المجميد وغادي ننزين بالكراميل هنا الكراميل انا خليتها شوية خفيفة من الاحسن تكون قاسها الكراميل انا نعطيكم نص الكمية ديال الكراميل اللي كنحضر ديرو نص كاس ديال العسل مع تلتاشر قطعة ديال الشوكولات البيضاء علاش درت شكولات كتير حيت الجو بدك يسخن الله يرحمنا ياربي انا درت تسعود ديال القطعة ديال الشوكولات جتني كراميل خفيفة شوية كان خصني نزيد في القطعة ديال الشوكولات هيداش ما شاء الله الجو سخان الله يرحمنا ياربي سافي اه غطيتهم دخلتهم للمجمد انا كاللحقني فيهم لحقتني فيهم العشية خليتهم اكاكلي لكاملة في المجمد ساعة ساعة ونص كافية هم بشيشت دراسهم انا غير على حساب الحقني الليل وكنبغي هكا تصوير يجيكم واضح وتكون الرؤية واضحة لهذا خليتهم تل الصباح الصباح كيف فقت بديت بيهم هما اللولين سافي اه تقدروا تخليهم بطبيعة الحل هكا تلوي وكرولوا بعد هكا مشت دراسهم كورولوا في سلوفا او تجمعهم في بلاستيك وتحطوهم في المجمد فوق ما كتبغيو كتجبدو وتقطعو تقدموها را كتتقطع بكل سهولة وخط بقليلة كاملة شوفوا معي السكين كي هبط بكل سهولة را ما كتقسح شي غير كتشت دراسها مزيان هاه هي الحلوة دي كتجي ما شاء الله غزيولا انا عملتها صغيرة شوفوا ولكن هي هدي كل عضا في الوحدة ولا انا اقول لكم هكا كجوج عضاد بالنسبة القياس كندير كل وحدة فيها سانتيم باش ما كتجي شغليدة بزيف كتجي هكا تقريبا بالقياس ديال الفقاس سافي كنقطع عامود بمرعى فالسكين او الموس يكون ماضي باش كي هبط في ديك اللوز وكي قطعو بكل سهولة فكتقطع بسهولة را هم علك ومع البرودة شد دراس وصافي ديك اللوز كي تقطع مزيان اي نوع دي المكسرة عملتو را غيتقطع لكم بكل سهولة وكي تجي رائع هاد الحلوة هادي فهكا من بعد ما قطعت الاعميدة كلهم كتكون هادي الحلوة ديالنا لاحظوا معايا قطل لكم الكراميل تكون عقدة شوية لاحظوا معايا درت لي بحال دميعة مع الجو سخون والشمش ضربة والنفيدة مفتوحة لهذا اما لك الجو هكا شوية بارد را ما غديش تسيح وخضرت ليها غير تسعود ديال القطع ديال الشوكولة سوف نديرها لكم هكا في صحن التقديم بش توضح لكم اذا ان شاء الله وجدتوها وتحطوها هكا في طبيلة ديال العيد فهكا تديروها في صحن دائري تحطوهم بهات الشكل هكا تجي واقفة غير ديروها هكا سنتيم في الوحدة ولا اكتر مهم سنتيم انا جاني مناسب العدد ديال الوحيدات اللي حطات لي 100 حبة هكا مقادة سنتيم في الوحدة بقاولي دوك الجوانب واحد عشرة ديال الحبات اللي مصالحين دوك الجوانب حتى الجوانب مكيجيش فيهم شي ضايع كتير غير كنقطع هير واحد تقطيع من الجنب هدو وصفو دك تقطيع الاخيرة وراء انتو مكتقطعو ماذا قطعتوها وكنتو فاطرين را غتاكلو نصها وانتو مكتقطعوها بقوة مكتجي بنينة لاحظوا معي القوام ديال هرمك جيش قاس حكا تجي معلكا دك الزنجلان كيجي مقرمش دك اللوز مقرمش را من قللكم شكيف كتجي بنينة طعم اللي كيجي فيها كتجي بحل ماروخة طعم ديال ماروخة نيشة الزنجلان منين والزنجلان عاطي بحل ماداق ديال النوغة ديال الزنجلان واحد المازيج فهذه الحلوة راهي لما جربته هاش مجربته تشي حاجة جربوها وخد جربوغي في كمية قليلة ديال المكونات نص ديال المكونات اللي اعطيتكم متبقوش بلا ما تجربو هاد الحلوة اما في هاد العيد ولا في شي مرة اخرى مهم هاد الحلوة هادي وعره 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 حق الله لك تحمق ملته هالعيد اللي فطارت مكنش اللي محمقش عليها مميزة جدا والمدق ديالها ما غاتلقاوه في شي حلو اخرى المدق ديال الحلوة فيها فقط مغاتلقاوه في شي حلو اخرى نسيت ما قلت لكم إلا مغيت فشك هادك اللوز يجيكم باينه تقدروا تزوه في المتحانة ولكن هاكدا كيجي عاطل من يدار ما شاء الله والتقرميش ديالو كتجيباينه ولكن لي هكا مثلا عندو الوالد ديالو او الابناء الصغر اللي مقدوش يكلو هكا اللوز حيح هان مشو هلو وانتمنى شاء الله تجربوها غات حماقوا عليها والله عواشركم بروك